اهلا بكم مشاهدينا في بعد التداول كالعادة نبدأ الحلقة في جولة على الأسواق الخليجية نبدأ طبعا من السعودية اليوم انخفاض في السوق السعودي بأكثر من 17% اللحظة انخفاض ب42 نقطة رغم أنه سوق الأمريكي كان مرتفع بيرح بـ 250 نقطة وهون انخفاض بأسوء السعودي بـ 40 نقطة ما في تلازم أبدا 5,713 اغلاق بأدنى مستوى خلال الجلسة وعند بداية الجلسة كنا أعلى المستويات نخفض عند 12 نقطة فوق 5,700 نذهب إلى البوسة الثانية الكويت انخفاض بأكثر من 10 في 113 نقطة 83 نقطة فوق مستويات المعروفة 7,700 سعودية كويت أذهب إلى الإمارات باللون الأخضر أبوضبي العاصمة الإماراتية 18 نقطة فوق 3,000 منذ زمن أبوضبي فوق 3,000 دبي فوق الـ 2000 بأيضا 12 نقاط دبي فوق الـ 2000 مؤشر دبي ارتفاع بـ 17 في المائة أذهب إلى بورصة كطر على انخفاض بورصة كطر بـ 1,13 في المائة 96 نقطة 62 فوق 7,000 وأذهب إلى السوق ماسقط للأوراق المالية 21 في المائة 77 نقطة وـ 6,500 مثل 7,000 بقطر ومثل الـ 2000 بـ دبي ومثل 3,000 بـ أبوضبي ومثل 5,700 بالسعودية 6,548 نقطة بشفنيها بمسكة والبحرين دون أي تغيير 1,523 كانت هذه جولة خليجية على الخليج الأسواق الخليجية طبعا نعود إلى السوق السعودي مثل ما ذكرنا اليوم انخفاض في السوق السعودي بـ 44 نقطة مزيد من التفاصيل إلى الكاتب الاقتصادي وأيضا إلى المحلل المالي وأحد خبراء السوق السعودي الأستاذ محمد العنجري أهلا وسأل فيك سيد محمد من الرياض أهلا وسألين شرفنا في بعض التداول سيد محمد قبل ما نبدأ الحلقة يعني عطول من نحكي عن تلازم حكا كتير عطول بالبرامج كلها عن السوق الأمريكي وتأثيرات الأوروبي والأمريكي على أسواقنا بالخليج إذا ما نأخذ مثل مبارح ما فيش تلق تناسب مارح يعني شفنا إغلاق للأمريكي كان 50 نقطة 40 نقطة لفوق نحنا نزلين 45 نقطة أي مثل منختلف معهم أي مثل بخف التأثير الأوي بين الأسواق العالمية والسوق السعودي بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والأستاذ المشاهدين طبعا نحن استبقنا أيضا قبل ارتفاع السوق الأمريكي أيضا ارتفع السوق السعودي خلال هذا الأسبوع واليوم كانت عمليات جني أربع خصا أن العملية هي عملية فنية بحثة تتحرك خلالها السوق السعودي هذه الأيام مسألة الاختلاف يعني أعتقد أن الأسواق أصبحت مترابطة عالميا بحكم الواقع العولمة والانفتاح الاقتصادي ستبقى مترابطة إلى أن يشاء الله ولكن قوة التأثير هي التي ستتغير يعني اتباعا خلال طبعا المرحلة القادمة بعد أن تكون عمليات ضخل السيولة العالمية وانتعاش الاقتصاد العالمي قد ترسخت أساسياته بشكل أكثر يعني وضوح وثقة بالنسبة للفاعلين في السياسة النقدية والاقتصادية عالميا عندها ستبدأ الأسواق تتحرك بفق منهج يخص كل اقتصاد وهذا أعتقد أنه بدأنا نقترب منه تدريجيا هو ليس الارتباط كما السابق والدليل ما ذكرته والسوق يرتفع في الأمس صحيح سوقنا بالأمس كان مرتفع اليوم السوق يجني أرباح قد يرتفع السوق الأمريكي في اليوم ولكن نمط العلاقة بدأ الآن نوعا ما يختلف كثيرا عن ما كان عليه قبل عدة أشهر بخلاف طبعا أن إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية وفق ما ظهر من سلبيات ووفق ما ظهر من خطط وحلول ستبقى الأمور باتجاه إيجابي وتدريجيا سنشعر بانتهاء هذه العلاقة النمطية يعني بشكلها الحالي أما إذا ظهر شيء جديد يخص الانتعاش الاقتصادي أو كان سلبي أو إيجابي أعتقد أن العودة للتأثير بشكل واضح من حيث الاتجاه سيعود نعم سيد محمد اليوم كان إغلاق أسبوعي بس كمان بنا رأيك هالإغلاق الأسبوعي عند عشر نقاط فوق الخمسة تاليف سبعمية بالسعودية كمان رأيك بهالإغلاق الأسبوعي كيف كان هالإغلاقين مرتفع أصلا طبعا على أسبوعية نعم هناك أولا حجم السيولة منخفض جدا يعني اليوم نتكلم عن ثلاثة مليارات ونشعر بأن السيولة ارتفعت ولكن هي كانت قاع للسيولة في فترة سابقة ولم يكن السوق السعودي يسجل أقل من ثلاثة مليارات يعني بشكل عام وصلنا إلى مستويات دون حتى المليارين فبالتالي ما يحدث الآن هو عمليات مضاربة لا نستطيع أن نقول أن والله السوق سيبدأ انطلاقته في الأيام الحالية نحن في شهر رمضان المبارك تقل التداولات بشكل عام أيضا موضوع إعلانات الأرباح أيضا هناك نقطة مهمة اليوم العقوبات أصبحت مختلفة على من يتحركون في السوق بشكل يومي ونعني فيهم طبعا القروبات وقادة المجموعات ومن يستفيدون من بعض المعلومات الداخلية فعقوبة السجن بالتأكيد غيرت من منهج وأسلوب التعامل وبالتالي هذا شيء طبعا إيجابي للسوق وستكون السيولة التي تحرك السوق سيولة أكثر حفاظا عليه منها أكثر ضرر لن يظهر هذا خلال يوم أو يومين سيأخذ عدة أشهر حتى تأتي قوة ومراكز أفضل وبالتأكيد أيضا المضاربين في السوق سينتهجون منهج ولكنه بشكل أو بآخر سيكون أكثر نظامية وأكثر فاعلية لأن الآن الأمور اختلفت بالنسبة لهم هذه العوامل كلها هي من أضعف حركة السوق ولكن هناك إيجابية بأن السوق أيضا يقف فوق مستوى الخمسة آلاف منذ فترة طويلة وهذه منطقة الآن تعززت فيها السوق بشكل أفضل وحتى عمليات التقلبات التي قد تحدث عندما يبدأ السوق في دورة صاعدة جديدة سنجد أن مستوى الخمسة آلاف سيغادره السوق بشكل سريع على مستوى الإغفال طبعا نحن ما زلنا فوق متوسط 200 و 150 يوم ولكن دون مستوى المائة يوم وأعلى من مستوى 50 يوم تقريبا ولكن نحتاج إلى تداولات بشكل عالي أكثر حتى نستطيع القول أن هذه الإغلاقات لها معنى ودلالة أكبر كل ما يحدث الآن تجميع بسيط على بعض القطاعات والشركات وحركة سيولة من مؤسسات تستثمر أما باقي السيولة فهي خفيفة جدا وخجولة من المضاربين الذين كانت تصل حجم تدويرهم اليوم إلى 6 و 7 و 8 مليار اليوم لم يعد يصل الرقم لأكثر من مليار ونصف مليارين فعليا أو ثلاثة مليارات كما حدث أمس واليوم هذا كله طبعا لا يعني يعطي صورة واضحة عن اتجاه السوق خلال المرحلة القصيرة أتكلم التي ستسبق أعلان النتائج عند أعلان النتائج ستكون الصورة أوضح بالنسبة لكل من يتعامل مع السوق وأعتقد أن بعدها سيكون هناك نشاط إن شاء الله سيكون إيجابي يعني متفائل حضرتك نعم بعد الإيجازة لا يوجد سلبيات تؤثر في السوق كما أثرت في السابق في السابق كانت السلبيات مجهولة اليوم ليست مجهولة الآثار كانت مجهولة اليوم معلومة مستويات السوق كانت في مستويات لا أحد يعرف هل هي مستحقة أم لا أما اليوم فالسوق أصبح أكثر وضوح وبالتالي المستويات التي هو عليها منطقية جدا وقطاعات كثيرة هي أقل من قيمتها وبالتالي سيعود السوق لتصحيح أسعاره كلهم بحسب ما يستحق كقاعدة ينطلق ويتحرك منها ويكون هامش المضاربة والتعامل منطقي ومعقول فبالتالي لا يوجد شيء مخيف في السوق كل ما في الأمر هي تقلبات ستكون تبعا للظروف التي ذكرتها لك حول المرحلة أو الأيام التي نعيشها أما عندما ندخل في الأرباح وتبدأ النتاعش تظهر ويظهر الأثر الإجابي على قطاعات ووضوح بعض الغموض في قطاعات خصوصا القطاع المصرفي عندها ستكون الرؤية أوضح للمتعاملين مع السوق وسيكون لديهم القدرة على تحديد مراكزهم وأيضا الأسعار المستحقة وسنجد السوق يرتفع بشكل أفضل وحركة السولة ستكون طبعا أكبر بكثير مما هي عليه الآن نعم بس جولة سريعة على بعض أبرز الأخبار اليوم شهدنا أعلى مستوى من نسبة لسبتك كيف كتبت حضرتك مقالي عن قصة زيادة رأس الميل وعم نشاهد أكتر وأكتر فيه متل تداولات مكسفة يعني اليوم وسطت متداولات تداولات على سبتكافل أعلى تداول إلو موزو شهرين نعم نشوفها على سبتكافل خمس مليون سهم وزادت تقريبا ألف وميتان بالمية عن كميات تداوله بجلسة الأمس اللي كانت فقط 300 ألف 325 ألف سهم كمان إذا في مجال نلخص الحركة بنذكر هون أنه من وقت قبل إعلان سبتكافل عن زيادة رأس الميل عم نشهد كنا هالتزبزبات الحالة